السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدي عبد الرازق استشاري أمراض معادية وجهاز هضمي والكبد أتشرب بوجودي معكم موضوعنا النهاردة عن تحليل الإيدز ولكن هذه ستشمل خمس حاجات سنتحدث عنهم النهاردة ولكن لو هناك أعراض ولكن لو هناك كسر عشري في التحليل هذا يعني ماذا؟ ولكن لو عملت هذا التحليل في البيت وهو التحليل المنزلي أو التحليل السريع ولكن لو عملت هذا التحليل الإيدز في فترة النافذة ما هي النسبة التي يمكن أن أكون فيها مصاب أو غير مصاب أيضا تحليل الإيدز ولكن أنا عملته وأنا كان عندي مرض معين مثل الأنفلوانزا أو كنت أخذ أدوية معينة ما هي نتيجة التحليل؟ هل فعلا هي مؤكدة؟ أم لابد أن أعيد التحليل مرة أخرى؟ بداية تحليل الإيدز هو تحليل دقيق و حساس يعني لو أنا أساسا سلبي فأنا نسبة التحليل من 99.9% سلبي لأن هذا التحليل بالذات دقيق جدا و حساس جدا لو أنا إيجابي نعمل تحليل آخر لكي نأكد هذه النتيجة اسمه الوسترن بلوتس حسنا نبدأ في الموضوع من هذا النهاردة تحليل الإيدز ولكن ولكن أنا عندي أعراض، أنا طلعت سلبي النتيجة بتي سلبي، أنا لا أعدي إيدز اختبار الـ HIV سلبي ولكن أنا عندي أعراض يا دكتور ما هي الأعراض؟ أنا عندي مثلا طفح جلدي أو أنا عندي الوزن بيقل أو أنا لا أعدي شهية للأكل أو أنا مجهودي قل و لم أصبح قادر أطلع الدور الثاني أو الدور الثالث وبنهج أو يحصل لي عرق شديد بالليل كل هذه الأعراض ممكن تقابلنا المريض يشتكي منها ولو عملنا التحليل بالـ HIV نجده سلبي نحن نطمن المريض و نقول له تطمن هذه ما هي إلا وساوس، توتر وقلق لكن في بعض الأحيان نعمل اختبارات أخرى غير الـ HIV لكي نطمن ممكن أن يكون هذا المريض نتيجة التوتر أو الوسواس اللي عنده حصل له نوع من أنواع الانفعال الشديد أدى لأنه مثلا ضغطه أعلى شوية أو سكره يزيد شوية أو يكون عنده مرض تاني ولكن التوتر أظهره وبالتالي نضطر نعمل فحصات عاديا نطمن على وظائف الكبد و نطمن على وظائف الكلا و نعمل أساسا بعض الاختبارات الأخرى مثل صورة الدم، تحليل بول نرى إذا كان لديه سكر أو لا لكي نطمئن أن هذه الأعراض ليس لها علاقة ولا بالـ HIV لأنها تلاسلبي ولا بأمراض أخرى لكي يطمئن المريض على صحيته مريض عمل اختبار الـ HIV تلع سلبي ولكن هو رأي في التحليل أنه يوجد كثرة عشرة يعني النتيجة تلعت سلبي ولكن 6 من 10 أو 4 من 10 و مكتوب في التقرير أن هي فوق 9 من 10 أو الواحد الصحيح سيبقى إيجابي لكن هو جاء بـ 6 من 10 فهو سلبي هل هذا معناه أنه عنده فيروس الـ AIDS ولكن على خفيف؟ لا، أطمئنك أنت لا توجد فيروس الـ AIDS نهائياً أنت سلبي، اطمئن لا تقلق من موضوع الـ 4 من 10 أو 6 من 10 أو 7 من 10 طالما أقل من 9 من 10 والتحليل بتاعك يقول أكثر من 1 تبقى إيجابي أنت لا توجد فيروس الـ HIV نهائياً هناك بعض الناس يقوم بعمل اختبار الـ PCR واختبار الـ PCR يطلع نتيجة أنه أقل من 20 سلبي وكاتب في التقرير أنه أكثر من 20 فهو يبقى إيجابي والمريض بـ 16 أو 15 أو 14 المريض الآن، هل يمكن أن يكون عنده فيروس الـ HIV على خفيف؟ لا، أنا أطمئن أنت سلبي نهائياً أنت لا توجد فيروس الـ HIV نهائياً لا تقلق لو أكثر من 20 فهو يبقى إيجابي والتقرير يكتب لك إيجابي أقل من 20 فهو يكتب لك مثلا 14 أو 13 ولكن أنت سلبي، لا تقلق من أقل من هذا الحد الطبيعي هذه الشركات تكتب لك على أساس أنها لا يحدث في أي مسئولية قانونية لكن أنت سلبي نهائياً، لا يوجد أي مشكلة بالنسبة لك بعض الأشخاص يسألون بالنسبة للتحليل الـ AIDS المنزلي أو الاختبار السريع يا دكتور، أنا سلبي، ولكن لم أذهب إلى المعمل، لم أذهب إلى دكتور هذا أنا عملته في البيت، طلبت التحليل الـ HIV عن طريق الـ online أو اشتريته من السيدلية، وطلع سلبي هل أنت عملته مظبوط؟ أيها يا دكتور، أنا حطيت نقطة الدم في المكان المخصص لها وبصيت على الـ control، وجدته فيه شرطة قدام الـ control إذن هذا التحليل سليم وبعدين بصيت على النتيجة نفسها، وجدت أن لا يوجد خط آخر جنب الـ control في خلال العشر دقايق الأولانيين فأنا كده أنا عملت التحليل صح مثل ما هو مكتوب بالضبط، وطلع سلبي اتطمن أنت لا لديك HIV هذا التحليل من الشركات العالمية مثل شركة Pair أو أي شركة عالمية تحليل معترب به، أنت بنسبة 99 و 9 من 10 سلبي اتطمن لكن لو أنت إيجابي، أساساً ليس مؤكد، يجب أن نفعل لك اختبار western blood لكي نتأكد لكن سلبي، أنت سلبي اتطمن 99 و 10% سلبي اتطمن حسناً، أنا عملته، ولكن عملت التحليل بعيد عن فترة النافذة، يعني أنا عارف فترة النافذة يا دكتور اللي هي الجيل الأول، اللي هي حوالي ثلاث شهور، الجيل الثاني حوالي ثلاث شهور، الجيل الثالث اللي هو عشر أسابيع، الجيل الرابع اللي هو الكمبو، أنا عملته بعد ست أسابيع، وطلع سلبي أنت سلبي قطعياً، اتطمن فترة النافذة دي، اللي هي فترة ظهور الأجسام المضادة وطبعاً عندما نقوم بعمل إختبار HIV، نبعد عن فترة النافذة دي هيت لكي نبقى مطمئنين بأننا لا نعيد التحليل مرة أخرى طالما أنت عملت التحليل بعيد عن فترة النافذة أو بعد فترة النافذة، اللي هي فترة ظهور الأجسام المضادة فأنت سلبي قطعياً اتطمن، لا تعد التحليل مرة أخرى بعض الناس يسألون ما هو تحليل الجيل الأول هذا الجيل الأول هو الأجسام المضادة ضد HIV، اللي هي النوع الأول والأجسام المضادة هي IgG الجيل الثاني هو أجسام مضادة IgG وفي نفس الوقت نعمل الاختبار ضد HIV، النوع الأول والنوع الثاني بالنسبة للجيل الثالث، نعمل IgG والIgM، هذه الأجسام المضادة ونختبر فيها HIV النوع الأول والHIV النوع الثاني ما هو الجيل الرابع؟ الجيل الرابع هو الكمبو سأختبر الأجسام المضادة، اللي هي IgG والIgM وفي نفس الوقت سأختبر HIV النوع الأول والنوع الثاني بالإضافة إلى جزء بروتيني من HIV نفسه من المادة الموجودة في HIV وهذا طبعاً اختبار مهم جداً ودقيق جداً جداً وهو اختبار الكمبو وهو B24 مع الأجسام المضادة وهذا كما قلت، هو بعد 6 أسابيع قطعي طبعاً، اختبرت الـ HIV يا دكتور، ولكن اطلعت سلبي، ولكن كنت ساعتها مريض عندي أنفلونزا، أو كنت أخذ أدوية معينة زواء كان كورتزون، أو أدوية ضد المناعة، أو مضادات حيوية، أو كان عندي نازلة شعبية، أو أنا مريض سكر وأخذ أدوية سكر، أو أنا مريض ضغط وأخذ أدوية ضغط، أو مريض سرطان وأخذ أدوية سرطان اطمن اختبار الـ HIV لو طلع سلبي لا يتأثر بهذه الأمراض ولا يتأثر بهذه الأدوية أرجو أننا نكون استفدنا، أشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب ألف تنظركوا أن هناك في صندوق الوصف وفيه في أول تعليق لو أنتم حبيتم تستفسروا عن أي شيء أو أي استشارة موجود رقم الواتساب في صندوق الوصف وفي أول تعليق أشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته